بايدن يتعاهد بتحديد خطوط حمر لبوتين خلال لقائه المرتقب في جينيف ويؤكد وصفه له بالقاتل قمة الأطلسي تطالب إيران بالتوقف عن أنشطتها الصاروخية الباليستية وتعتبر تصاعد نفوذ الصين أكبر تحدي المسماري يصف زيارة وزير دفاع تركيا لطرابلس دون تنسيق مع الدولة الليبية بالانتهاك للسيادة أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة حلف شمال أطلسي في بروكسل أكد رئيس الأمريكي جو بايدن أن العلاقات الروسية الأمريكية ستتضرر بشدة إذا مات المعارض الروسي أليكسي نفالني في السجن مشيرا إلى أنه سيوضح للرئيس الروسي الفاديمير بوتين الخط الأحمر في التعامل مع أمريكا واصفا إياه بالقاتل وأضف بايدن أن أعمال روسيا العدوانية تمثل تهديدا لناتو وللأمن الجماعي وأنهم سيردون على أنشطتها الخبيثة وكذلك لفت الرئيس الأمريكي إلى أن حلف شمال أطلسي سيعمل مع أفغانستان حتى لا تعود ملاذا آمنا للإرهاب تحدثنا عن أعمال روسيا العدوانية التي تمثل تهديدا للناتو ولأمننا الجماعي لذلك نحن اجتمعنا مع دول بخارستا التسعة قبل القمة والتقينا اليوم أيضا مع قادة دول البلطيق إستونيا ولدفيا ومقدونيا وقد تقاسمنا معهم سأقوله للرئيس بوتين لكن نسعى للرد على أنشطة روسيا الخبيثة المستمرة ولن نتهون في الدفاع عن حلف شمال الأطلسي نحن ندافع عن القيم الديمقراطية وكحلفاء أكدنا أيضا دعمنا المتواصل لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا قائمة مطالبا قد يتوقع أن تكون على أولويات القمة التي تجمع الرئيس الروسية بنظيره الأمريكي إلا أنها قد تخالف كل التوقعات فالقمة التي يتوقع أن تحتضنها جنيف في السادس عشر من يونيو الجاري قد لا يطالب خلالها بوتين بالتطرق لمواضيع كنزع الأسلحة أو رفع العقوبات أو حتى تشمل اعتذارات بين الطرفين بعد وصف بايدن لبوتين بالقاتل واعتبار الأخير بأن أمريكا دولة غير صديقة فوفقا لخبراء فإنه بالنسبة لبوتين فإن دعوة بايدن لعقد القمة كافية بحد ذاتها لأنها دليل على الاحترام حيث أن الاعتراف بقوة روسيا هو محرك سياسة بوتين منذ عقدين في السلطة وإثبات لأهمية دورها القمة الخاصة بين بايدن وبوتين تبقى أعين العالم موجهة إليها خاصة وأنها تجمع بين خصمين لديهما قائمة طويلة من التوترات تتشعب منها ما يتعلق بالشأن الداخلي الروسي ومنها تدخلات خارجية فلائحة الاعتراضات الأمريكية حيال موسكو تشمل الهاجمات المعلوماتية والتدخل الانتخابي إضافة لسجن المعارض أليكسي نافالني وملفات أخرى تتعلق بإقصاء المعارضة الروسية عن الساحة السياسية إلا أنه تحت وطأة حدة اللقاء فلا أحد من الخبراء السياسيين أو المسؤولين من الطرفين يتوقعون أن يكون اللقاء بين بايدن وبوتين وديا لسيما وأن الرئيسين كثفا العقوبات والعقوبات المضادة منذ ستة أشهر لكن يبقى تطور إيجابي وحيد في العلاقات الروسية الأمريكية وهو تمديد اتفاقية نيو ستارت في فبراير آخر اتفاق قائم حول خفض الأسلحة بين الخصمين روان حمزة العربية طلب زعماء حلف شمال أطلسي إيران بتوقف عن أنشطتها الصاروخية الباليسية وفي البيان الختمي للقمة طلب الزعماء روسيا بتراجع عن تصريف أمريكا وتشي كدول غير ودية كما أكدوا أنهم سيضمنون استمرار عمل مطار كابل في أفغانستان وبشأن الصين أكد الزعماء أن طموحات بكين تشكل تحديات منهجية لدول الحلف موسيقى باستطاعنا على نهاية الباليسية ونحن نتوجد عامل معهجات التحديات ومع الحلق مع المفرقات وحاولة لقد اكتشاعة تحديات من خلال العملية تشاهدون خالق مع الحلقة يجب أن نتجاه على تحديات تحت حالق مع أجل من خلال عامل وأكد البان الختامي لقمة ناتو أن العلاقة مع روسيا في أدنى مسوا لها منذ الحرب الباردة. في مقابلة مع العربية قال الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد أن مجلس صيانة الدستور في إيران لم يعلن أسباب استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية. وقال أن توجهاته تختلف عن توجهات من يشغلون مناصب سياسية في البلاد. بالطبع لم يعلنوا في هذه الانتخابات في بلدنا أسباب رفض أهلية المرشحين. وأنا مصر وتابعت الأمر وسأتابع ذلك ليتضح الأمر. ولكن لم يتم الإعلان عن أي سبب محدد حتى الآن. ما هو تقييمكم أنتم سيادة الرئيس لاستبعادكم؟ ينبغي أن نتريف وأنا لا أريد إبداء رأيي ولكن موقفي ووجهة نظري مختلفان. توجهه يختلف أساساً عن أولئك الذين ينشطون أو لديهم مناصب على الساحة السياسية الإيرانية. الرئيس الإيراني السابق قال إن إيران وسعودية أصدقاء وجيران وأن على البلدين التعاون لأن المنافسة تضر بدول المنطقة على حد قوله. أعتقد أنه يتوجب على شعوب المنطقة وبلدانها أن تقوم بإدارة المنطقة في شكل جماعي وبالتفاهم الكامل والتحلي بروح الصداقة والإخاء. إن اتحاد بلدان المنطقة هو مبدأ في غاية الأهمية. إن أي منافسة بين بلدان المنطقة تضر بالجميع وخصوصاً بإيران والسعودية. نحن إخوة وأصدقاء وجيران ولدينا مصالح مشتركة. يجب أن نتعاون لإدارة المنطقة وأن نبني علاقاتنا على أسس العدالة والاحترام والصداقة. أحمد نجاد قال إنه وجه رسالتين لولي العهد السعودي ولعبد الملك الحوثي طلب فيهما بالعمل على إحلال السلام في اليمن. في حين أنه طلب من الرئيس الأمريكي تغيير السياسة الأمريكية في المنطقة. أنا بعثت رسالة إلى ولي العهد السعودي. وفي الوقت ذاته بعثت رسالة مماثلة إلى عبد الملك بدردين الحوثي عن الوضع في اليمن. وطلبت منهما أن يجتمعا ويصنعا السلام. كانت تلك رسالة تاريخية وبالطبع أرسلت نسخة منها إلى الأمم المتحدة. لكن رسالتي إلى الرئيس جو بايدن كانت مختلفة تماما. فبايدن يرأس إدارة تسعى للهيمنة على العالم والانتهاك حقوق الدول. طلبت من بايدن تبديل السياسة الأمريكية وأن تحترم بلاده الشعوب ومبادئ العدالة والحق في تقرير المصير. اتهم ناخبون إيرانيون من الشباب النظام الإيراني بفرض أجندة سياسية لتسيير الانتخابات رغم الوعود التي قطعها المرشحون بتطبيق الديمقراطية والمساواة. فيما كشفت استطلاعات الرأي عن تدني مستوى المشاركة المحتملة في التصويت إلى حد كبير. شكوك كثيرة تراود الناخبين الإيرانيين خاصة فئة الشباب بشأن اختيار أحد المرشحين السبع للرئاسة رغم تعهداتهم التي قطعوها بتطبيق الديمقراطية والمساواة في بلد يعاني أصلاً من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية. الزمرة الحاكمة من رجال الدين لن تسمح للمرشح الفائز بتنفيذ وعوده الانتخابية. أراء الناخبين تزامنت مع استطلاعات رأي رسمية كشفت عن تدني مستوى المشاركة المتوقعة في التصويت إلى حد كبير وسط توقعات بإمكانية حصول المرشح الرئيسي للتيار المحافظ إبراهيم رئيسي على أصوات الفئات الفقيرة ومتوسطة المعيشة. لكن الاستطلاعات استثنت تصويت فئة الشباب المتعلم الرافض لقرارات الهيئة الانتخابية. إحجام الشباب عن التصويت يعود وفق خبراء إلى محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية مقارنة بسلطات المرشد علي خامنئي الذي يحكم قبضته على الحكم منذ أكثر من ثلاثة عقود. الآلاف من المعارضين في الداخل والخارج عبروا عن رفضهم لسياسات النظام الإيراني من خلال شعارات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها لا للجمهورية الإسلامية وهاشتاغ تصويت بلا تصويت بالإضافة إلى دعوات لمقاطعة الانتخابات. أصوات المعارضة وأطياف مختلفة من الإيرانيين تعالت منذ قرار النظام الإيراني حجب مواقع التواصل الاجتماعي لكبت الحريات وسط أنباء عن استعداده لرفع الحجب خلال عملية التصويت الانتخابي. الآن يعيدون بفك الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي لأنهم يحتاجون أصواتنا لمواصلة برنامجهم السياسي. لن أدلي بصوتي ما دامت حريتي مقيدة. المرشحون وخلال مناظراتهم التلفزيونية الثلاثة ركزوا على الجانب الاقتصادي المتدني وأطلقوا وعودا بتحسينه. ما يشير أكثر إلى تدهور الأوضاع المعيشية بسبب العقوبات الأمريكية وانتشار الفساد في مفاصل المؤسسات الإيرانية. بعد تسلم الحكومة الجديدة لمهامها قال رئيس إزراء الإسرائيلي البديل ووزير الخارجية قال إن على إسرائيل أن تساعد للعودة الأمريكية إلى الاتفاق النووي مع إيران وهو اتفاق سيء. واستبعد التوصل إلى حل نهائي مع الفلسطينيين فيما تحهد زعيم المعارضة نتنياهو بإسقاط الحكومة سريعا لأنها خطيرة على حد تعبيرها. خلافا للتقليد المتبع امتنع نتنياهو عن إجراء مراسم تسليم وتسلم علنية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت واكتفى بلقاء قصير معه فيما تسلم الوزراء الجدد مهامهم رسميا والتقطت الصورة التقليدية للحكومة الجديدة في مقر رؤساء إسرائيل. لن نتوقع حدوث انطلاقة نحو حل نهائي مع الفلسطينيين لكن هناك الكثير لفعله لتحسين حياتهم. على حماس أن تعرف أن هذه الحكومة لن تتردد في الرد بقوة على إطلاق السواريخ. لكن سرعان ما تراجعت الأجواء الاحتفالية بما فيها الاحتضان الأمريكي والدولي للحكومة الجديدة لصالح التحدي الأمني الذي تركه نتنياهو لها مسيرة الأعلام الاستفزازية الثلاثاء التي تضع إسرائيل وفق براقبين أمام معدلة. فإما تغيير المسار خوفا من تهديدات حماس وتثبيت معادلة أن القدس صاعق للمواجهة أو السماح بقيامها مع احتمال اشتعال الوضع ميدنيا. على المقلب الآخر عبر الفلسطينيون عن ارتياحهم لسقوط حكم نتنياهو لكنهم لا يرون تغييرا جذريا ويخشون استمرار التصعيد في ذل الحكومة الجديدة. نحن لا نعتبر الحكومة الجديدة أقل سوءا من سابقاتها وندين إعلان رئيس الوزراء الجديد نفتة لبينت دعم الاستيطان وحاصة في المناطق المسماجين ونجدد التأكيد بأن شعبنا سيواصل تصدي لتلك المحاولات التي مارسها سلفو. تحريك المياه الراكدة على المصار الفلسطيني قد يسبح خلافيا بين تل أبيب وواشنطن كما ملف النووي الإيراني. فحكومة بنت لبيد المستندة إلى ائتلاف هش يتربص به نتنياهو وكتلة اليمين لن تقوى على اتخاذ قرارات دراماتيكية بسبب تناقضاتها الداخلية أساسا. زياد حلبي العربية الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضمت اسم الوزير العربي عيسى وفريج الذي سيشغل منصب وزير التعاون الإقليمي. ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر قررت الحكومة الإسرائيلية السماح بمسيرة الأعلام للمتطرفين والمستوطنين في القدس اليوم. قررت الحكومة الإسرائيلية أن الشرطة قادرة على الحفاظ على أمن المسيرة. من جانبه قرر أذيف كوخافي رئيس الأركان الإسرائيلي. رفع درجة الاستعداد لاستئناف القتال مع غزة على خلفية المسيرة. مؤكدا أن الوضع متفجر. فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها استعدت لمواجهة عمال عنف في ملاطق متفرقة من إسرائيل. قال الجيش الإسرائيلي أنه أحبط عملية تهريب أسلحة عند الحدود مع الأردن. وفي بيان للجيش الإسرائيلي أكد أنه تم ضبط عدد من الأسلحة. واعتقال عدد من المشتبه بهم. كما تجري عملية تمشيط للبحث عن متورطين آخرين. أضافت إسرائيل بأن جنديا من قوات الاحتياط أصيبها خلال الاشتباكات في العملية. نشاطنا مستمرة وتتابعون فيها بعض الفاصل. قائد القيادة المركزية الأمريكية لن نقدم دعما جويا للقوات الأفغانية في قتال طالبان. أهلا بكم الجديد. قال الجنرال كينت مكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية. إن بلاده لا تعتزم تقديم دعم جويا للقوات الأفغانية التي تقاتل طالبان. أضاف مكينزي بأن أمريكا لن تتدخل ضد طالبان إلا إذا شعرت بتهديد مباشر عليها أو على أحد الحلفاء. مكينزي أضاف بأن أمريكا وضعت خططا لمرحلة ما بعد الانسحاب. إلا أنه لن يكشف عنها. بينما تتأهب القوات الأمريكية وحلفاؤها لمغادرة أفغانستان. يعلو صوت القيادة الأمريكية قادما من بروكسل. مؤكدا توافق الزعماء بشأن مستقبل الوضع في أفغانستان. قواتنا سوف تعود إلى أوطاننا. واتفقنا أن التزاماتنا الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية. ودعمنا لقوات الأمن والدفاع الأفغانية سوف يستمر. وأرحب باعتراف حلفائنا وشركائنا بأن مكافحة الإرهاب يجب أن تستمر. لضمان أن أفغانستان لن تعود أبدا كملاذ آمن لمن ينفذون هجمات ضد بلداننا. في المقابل فإن الدعم المستمر حدده قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث مكينزي بأنه سيكون بعيدا عن حركة طالبان. موضحا في الوقت ذاته أن بلاده لا تعتزم تقديم دعم جوي للقوات الأفغانية التي تقاتل طالبان. وأن الولايات المتحدة لن تقاتل طالبان إلا إذا وجد تهديد مباشر ضد الولايات المتحدة أو أحد حلفائها. وتأتي تصريحة ماكينزي للتنفيذ من نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من أن البنتاجون يدرس الحصول على إذن لشن هجمات لدعم قوات الأمن الأفغانية إذا تعرضت لهجمات أو إذا شارفت المدن الرئيسة على السقوط تحت سيطرة طالبان. ومع سحب 2500 جندي ومعدات من أفغانستان تخطط القيادة الأمريكية للحفاظ على قدرة مكافحة الإرهاب عبر الأجواء ضد داعش والقاعدة حسب خطة القوات الأمريكية التي سلمت لوزير الدفاع لويد أستان ولم يكشف عن تفاصيلها ماكينزي. طلعت موسى العربية. وصف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد مسماري دخول وزير الدفاع التركي خلوسي أكار إلى طرابلس من دون تنسيق مع الدولة الليبية وصفه بانتهاك للسيادة. وقال مسماري في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي قال إن الجيش الليبي يقاتل من أجل السلام ولإجراء الانتخابات في موعدها ليختار الليبيون من يحكمهم. أكد الرئيس الفرنسي لدى مشاركته في قمة حلب شمال التصيق أن فرنسا ستساعد الحكومة الليبية في محاربة التدخلات الأجنبية والمرتزقة مؤكدا أنه تحدث مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص الملف الليبي. لقد تحدثنا بخصوص الملف الليبي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأعتقد بأننا توصلنا لإيجاد نقاط التقاء واضحة بخصوص هذا الشأن واتفقت أيضا على الأخذ بعين الاعتبار الأهداف الخاصة بالانتخابات الليبية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل. اليوم سنرافق الحكومة ونائب الرئيس لمحاربة التدخلات الأجنبية وكذلك المرتزقة في ليبيا. يقدم كلهم من المبعوط الأممي الخاص اليمن مارتين جريفت ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك. إحاطتين حول آخر مستجدات الأزمة اليمنية أمام مجلس الأمم الدولي. الإحاطتين من المتوقع أن يعقبهما إيجاز من الجنرال أبي جيت جوها الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. أعربت الخارجي الأمريكي عن إدانتها الشديدة لسقوط طائرة مسيرة مفخخة حوثية في مدرسة بعسية. وقالت الخارجي الأمريكي أن هذه الهجمات تهدد المدنيين بما في ذلك أطفال مدارس. مشددة على ضرورة التزام الحثيرة بوقف دائم لإطلاق النار. قال زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق في الإراق قيس الخزع لأن قرار التصايد ضد القوات الأمريكية قد اتخذ. وأن العمليات العسكرية ضد قوات التحالف ستستمر. فصائل المقاومة العراقية لن تتوقف مطلقاً عن الخيار العسكري وعن العمليات العسكرية إلا بالخروج الفعلي للقوات الأمريكية. الرابع أن قرار التصايد بدأ بتطبيقه فعلاً. وإذا لم تفهم الإدارة الأمريكية الرسالة وتستجيب لما هو مطلوب أن تفعله وتسحب قواتها وقامت بالعكس أي قامت بالرد على قيادات فصائل المقاومة باستهدافهم أو باستهداف مقرات الحاج الشعبي. فعليهم أن يتأكدوا أن الجهوزية للرد على الرد حاضرة. أفادت وسائل الإعلام الجزائرية بتصدر حزب جبهة التحرير الوطني النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بمائة مقعد في البرلمان الجديد. وسائل الإعلام الجزائرية أضفت بأن حركة مجتمع السلم جاءت في المرتبة الثانية بواقع سبعين مقعداً. بينما حصد كل من حزب التجمع الوطني وحزب الأحرار خمسين مقعداً لكل منهما. أكدت الجامعة العربية أنها تدعم كافة الخيارات التي تراها مصر والسودان مناسبة في قضية سد النهضة. وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن مصر والسودان يتعاملان حتى اللحظة بشكل مسؤول بعيداً عن التصعيد من أجل الحل السلمي للأزمة. وإشار زكي إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة يهدف لدعم موقف مصر والسودان في أزمة السد. أيدت محكمة النقضة المصرية أحكام الإعدام على 12 قيادية من جامعة الإخوان في قضية فضل تصام رابع. وأكدت مصادر قضائية أن الأحكام الصادرة هي أحكام نهائية وواجبة النفات. أحكام قضائية لا رجعة فيها تقضي بإعدام كبار قادة الإخوان في مصر. القرار أيدته محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في مصر لإعدام 12 قيادياً من جماعة الإخوان في قضية فضل اعتصام رابع. بينهم مفتي الإخوان عبد الرحمن البر والقياديان محمد البلتاجي وصفوة حجازي. إضافة إلى أحمد عارف المتحدث السابق باسم الإخوان. القضية حسب مصدر قضائي تؤكد أن الأحكام الصادرة هي أحكام نهائية وواجبة النفاذ. وأن هذه المرة هي الأولى التي تؤيد فيها أحكام الإعدام ضد قيادات من الإخوان. المحكمة المصرية رفضت خلال الجلسة الطعنة في الحكم المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع وأيدت الحكم بسجنه 25 عاما. تأتي الأحكام القضائية بعد سلسلة جلسات نظرت خلالها المحاكم المصرية في الاتهامات ضد قيادة الإخوان المصحوبة بالأدلة والوثائق. تثبت ارتكاب الجماعة جرائم قتل إلى جانب التحريض على العنف خلال الاحتجاجات في ميدان ربع العدوية سقط خلالها ضحايا مدنيون وعسكريين. في نهاية نشهد تذكير بأبرز عنوينها. بايدن يتعهد بتحديد خطوط حمر لبوتين خلال لقائه ما المرتقب في جينيف ويؤكد وصفه له بالقاتل. دمت الأطلسي تطالب إيران بالتوقف عن أنشطتها الصاروخية الباليستية وتعتبر تصاعد نفوذ الصين أكبر تحدي. والمسمار يصف زيارة وزير دفاع تركيا لطرابلس دون تنسيق مع الدولة الليبية بالانتهاك للسيادة. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة.